على مدار السنين الأخيرة اللي فاتت أنا عملت حملات إعلانية لمئات العملة و وجدت إن فيه باترن أو شكل دايما بيتكرر اللي بيقول إن الحملة دي هتنجح أو مش هتنجح وليه إيه الحاجة اللي بتقول إن الحملة دي نجحة أو مش نجحة ففي الفيديو هنا هقول لكم إيه الحاجة دايما اللي كنت باشوفها بتقول إن الإعلان ده هيبقى ناجح أو مش ناجح وليه وهقول لكم إيه 90 فنم من الحملات الإعلانية بتفشل يلا وبينا يا أهلا وسهلا معك إسلام صلاح وفي القناة دي احنا نتكلم عن كل ما يتعلق بالموكتنج والسيلز الفيسبوك آدز الفريلانسينج وإذا تكسب فلوس عن طريق إنترنت فلانت أمرة هنا تنساش تكسر زر اللايك وعمل سبسكرايب ودوز على الجرس عشان ما يفوتكش كل الجديد أو المالزم وفي الفيديو دي احنا نتكلم عن إيه هي أكتر الغلطات الشائعة وإزاي نتفادها عشان نلاقي أقوى النتائج ممكنة من إعلانات الفيسبوك بتاعتنا أول غلطة خلص عندنا هي عدم وجود أثر قوي أو عرض قوي جدا أنت بتقدمه الحاجة اللي بلاي ناس كتير جدا بتقع فيها هي أنها بتلاقي أحد المنافسين بيقدم حاجة معينة فيقوم مقلد المنافس ده ويتوقع أن إعلانه ينجح أو يجي لي ويقول لي أنا دلوقتي فلان بيعمل الإعلان ده أو فلان بيقدم المنتج ده أو بيحاول لي بيقوم المنتج ده وهو ناجح ومكسر التانية ليه أنا كمان مش ناجح الحاجة اللي دي ناس كتير معرفش بتتجاهلها ليه لكن الناس كلها أو أغلبها بيغفل أو بيهمل أهمية البراند أورنس في البداية أو أن الناس لسه مش واغد بالها من حاجة معينة أو أن الناس اللي انت بتستهدفها مش عارفة حاجة معينة بخيال كده أنت والمنافسين بتوعك بتستهدفوا جمهور معين كلكم بتستهدفوا نفس الجمهور المنافس بتاعك سبقك واستهدف الجمهور ده ورر المنتج بتاعك اللي انت بتبيعه اللي انت بتفكر تقلد منافسك وتبيعه فخلاص الجمهور شايف مرة المنتج ايه اللي يخلي الجمهور ياخد منك ما ياخدش من المنافس ايه الميزة الاستراتيجية الاعتماعه عندك هم بالفعل يتعامله مع المنافس بتاعك وبالتالي مشيب sentence الماضي عن ماضي منتقي خالص انهم يسابون الراجل الذي يعرفوه او البراند الذي يعرفوه و يشطروا منك هم قردي يجربو واحد اللي يخليهم يأخ detect risk او مخاطرة و يتعامله معك انت او ان حد شاف المنتج بتاع المنافس بتاعك وقرر ما يشتريه ايه اللي يخليه برضه مع انه مشتراش من حد قبل كده يشتري منك انت انتوا بفهمين ده الموضوع مكالك عزاي سواء هو اشتره فإن لي يخليه يشتري منك او سواء هو مشتراش طب هو مشتراش ليه يشتري منك وده اللي بيخلي بقى ناس كتير بتفضل تهلك عالفاضي ويجوا يقولولي احنا الاستهداف بتاعنا مش عارفين نعمله صح احنا الصور اللي عندنا مش متأكدين هي حلوة ولا وحشة واتلاقي ان هم عاملين بيلفوا ويدوروا والمشكلة عندهم في الأوفر هتشوف منها نتائج حلوة جدا لو العرض بتاعك قوي ولو العرض بتاعك نص كم وجبت مارك زكربيرج نفسه يعمل لك الاعلان مش هتلاقي نتائج من الاعلان بتاعتك ابوس ايديكو فكروا شوية وحطوا شوية تفكير محدش قال ان الفكرة بتيجي بسهولة لكن شوفوا ايه الحاجات اللي انتوا ممكن تقدموها للناس بتاعكم بحيث ان هم يلاقوا او يستفيدوا بقدر الامكان من الأوفر بتاعكم او من الحاجة اللي انتوا بتقدموها مش معنى كأن انا بقول ان الكمبين نفسها مش لازم تبقى حلوة لا الكمبين لازم تبقى حلوة ولازم الكوبي رايتنج بتاعك يكون كويس والكلام اللي انت كاتبه في الاعلان يكون قوي جدا ويغنع الناس لكن لازم الحاجة اللي انت بتوعد الناس بها بقى تكون موجودة لازم يكون فيه حاجة كويسة جدا للناس تشوفها وتقتنع بيها ولو لقيت نفسك بتقدم نفس اللي المنافسين بيقدموه لا تبقى اقدم حاجة مختلفة حاجة زيادة المشكلة مش مشكلة سعر الناس كتير بتيجي تقولي طب انا سعر اقل المشكلة مش مشكلة سعر الناس ما عندهاش مشكلة تدفع فلوس طالما هي مقتنعة بالحاجة اللي هتدفع فيها فلوس انا ممكن اوريلك سعر في الشارع بمية جنيه ما ترداش تشتريها لكن لو جيت ورتك سعر روليكس بألف جنيه هتشتريها مع ان الاتنين ساعة والاتنين بيقلوا الوقت ومع اني ورتك واحدة ارخص منها وانت قلت مش تشتريها لكن المشكلة مش مشكلة الفلوس هنا مشكلة مشكلة الفاليو والقيمة اللي انت بتعرضها وصد الفلوس مفيش اي كامبين مفيش اي حد محترف في الاعلانات هيقدر ان هو يعوض لك النقص اللي موجود عندك في الأوفر او في العرض بتاعك طيب خلينا بقى انا عمال باتكلم عن الأوفر 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 العرض بتاعي ازاي يكون كويس خلينا نتكلم بالدعوتي بقى عن شوية طرق تقدر تحسن بها الأوفر بتاعك مقارنة بالمنافسين أول حاجة خلص انك تقدم منتج أحسن من المنافسين موضع واضح وصريح المنافس عنك بيقدم حاجة انت بتقدم نفس الحاجة بجودة أعلى وتقدر ان انت فعلا في الاعلان بتاعك توضع ده وده بنشوفها كتير جدا في اعلانات مثلا مسحوق الغسيل ليقولك المسحوق العادي والمسحوق بتاعنا ويوريلك الفرق في الفيديو ممكن يكون المنتج بتاعك ده بيسهل عليهم حاجة معينة بيوفر عليهم وقت بيوفر عليهم فلوس بيسهل حياتهم بيقلل الألم اللي بيمروا بيه بيساعدهم يوصلوا لهم نتيجة اللي هم عايزين يوصلوا لها بشكل أسرع الطريقة التانية واللي انا محبهاش لو هتعملها لوحدها وهي انك تقلل السعر انت لما هتقلل السعر اه انت هتجيب نوعية عاملة معينة هتجيبهم في البداية عندك لكن لازم تزود عليها أب سيلز او انك تبع لهم حاجات تانية بمجرد ما ييجوا عندك الناس دي خلاص جات لك ما تخليهمش يمشوا بس بالحاجة اللي يجوهم عشانها بيعلهم حاجات تانية اشترى بدلة بيعلوا معها كرافطة بيعلوا معها قميز بيعلوا معها حزام بيعلوا معها شوز بيعلوا معها شنطة اشترى لابتوب بيعلوا معها شنطة بيعلوا معها ماوس بيعلوا معها سي دي ويندوز زود المتواصب بتاع سعر الأوردر فانت في الأول أغريت الزبون قلت له تعالى ده سعر رخيص قوي أول ما ييجي هيدفع فعلا سعر رخيص دخل في المود بتاع الشراء يبسي دي بقى يتدفعه أكتر وطبعا أنا بتكلم في الموضوع ده بالتفصيل في الفيديو بتاع استراتيجية ماكدونالز للمليون دولار وسيبلكم اللينك بتاعها فوق في الآي وتحت في الديسكريبشن الحاجة التالتة اللي انت ممكن تعملها هي سرعة التوصيل حاجة من الحاجات المميزة جدا في أمازون انه ممكن تلاقي دليفري تاني يوم دومينوس بيتزا دومينوس بيتزا أول ما طلعت خالص كتالمسج بتاعتها أو اليونيك سيلنج بوينت بتاعتها إيه هنوصل لك البيتزا بتاعتك في نص ساعة ياما هتبقى فور فري مش هتدفع فيها فلوس لو انت بتعمل خدمات معينة تقدر تسلم الخدمة دي في وقت أسرع ولا لا الكلام ده طبعا ينفع مع أي service based company أو مع أي شركة بتقدم خدمات لو انت بتعمل software لحد لو انت شهد فريلانسر أو لو انت شركة مأولات أو أي إن كان نوع الخدمة اللي انت بتقدمها وده طبعا هيبقى effective جدا وقوي جدا لو انت المنافسين بتوعك الوقت بتاعهم اللي بيستغرقوا وقت طويل عنك حاجة الرابعة اللي انتو ممكن تعملوها ان انتو توفروا ضمان معين أو ضمان مستمر أو customer support خدمة عملة بدل ما يشتروا ضمان لوحده ممكن تعرضوا عليهم ان انتو هتقدموا لهم مثلا ضمان لمدة 6 شهور أو ان هم هيحصلوا على خدمة عملة بشكل أسرع أو بشكل أحسن لفترة معينة بمجرد الشرق لأن ناس كتير بتخاف انها تشتري وبعد كده تلاقي نفسها لوحدها مش عارفة تعمل ايه بالحاجة اللي هي اشتريتها دي محتاجة حد يساعدها فاعرفهم ان انت جنبهم الحاجة الكامسة اللي انتو ممكن تعملوها نظام التأسيط أو ان انت توفر عليهم طريقة أحسن في السداد أو انهم ما يدفعوا الفلوس ممكن تكون انت بتستعمل طريقة معينة والناس مش عارفة تدفعلك بيها شوف الناس يناسبها ايه واستعمل الطريقة دي الموضوع ده انا لمسته بشكل مباشر لما كنت عامل الاستشارات بتاعتي الحاجز بتاعها من خلال باي بال وناس كتير كان بتكلمني بتقولي احنا مش عارفين ندفع ببي بال ما عندناش اتكونات على باي بال ممكن يكون في ناس من حضراتك وقابلهم الموضوع ده قبل كده غيرت الموضوع ودخلت الدفع بالفيزا الموضوع اختلف معايا تماما الحجوزات زادت بنسبة عشرين ضعف حرفيا شوف انت تقدر تعمل كده عندك في البزنس بتاعك ولا لا ممكن تكون انت عارض دفع بالفيزا والناس يناسبهم دفع عند الاستلام ممكن تكون انت بتقدم خدمة سعرها غالي شوية في ناسبهم اكتر لو في تقسيط وطبعا الفيدباك اللي انت هتاخده من العملة بتوعك هو اللي هيرشتك احسن في الموضوع ده وده برضو بيكون مهم جدا في البداية لما بيكون انت عندك حاجة سعرها كبير او يتقسمها انت على كزا بايمنت او كزا عملية دفع سعرها صغير سعيدها الناس هتشوف اه بدل من انا هدفع مثلا اي 12000 جنيه مرة واحدة لا ده انا هدفع 1000 جنيه او 1100 جنيه كل شهر لمدة 12 شهر فهيبق بالنسبة لهم هنا السعر بسيط اه ده انا هدفع 1100 جنيه بس مش 12000 جنيه ما انك هتلاقيه في الاخر التوتال واحد او اللي هيدفع واحد او اكتر لو هندخل فيها الفايدة لكن الناس في الغالب ببصل دلوقتي ما ببصش لبعدين بيشوف هيدفع دلوقتي كام مش هيدفع توتال كام الناس كتير بتفكر كده احد العمل اللي كنت شغال معهم في امريكا وكان عنده بيزنس بيبيع في المعادات التقيلة طبعا البيزنس ده كان شغال مينلي على الليد جنريشن وكان الـ cost per lead عنده تكلفة الـ lead الواحد بتعدد 30 دولار ومجرد ما حطينا سطر واحد في الاعلان اللي هو ان احنا بندعم الـ financing أو التقسيط الـ cost per result أو الـ cost per lead سعر الـ lead الواحد نزل عنده الاقل من 2 دولار ده لمجرد ان الناس عرفت ان فيه تقسيط موجود فما تستهينوش ابدا بالموضوع ده الحاجة السادسة اللي انتو ممكن تعملوها ان انتو تدمجوا اكتر من حاجة مع بعض بدل ما انت بتبيع حاجة واحدة بيع كذا حاجة مع بعض بشكل مختلف بندل بدل ما انت تبيع مكنة حلاقة لوحدها لا ده انت تعمل package كده صندوق كده تحط في مكنة الحلاقة تحط في زيت لمكنة الحلاقة تحط في فرشة تحط في مقص اللي هي العدة اللي اي حد بيحلق بيحتاجها مش هتلاقي ساعدها ناس كتير من المنافسين بيقدموا الحاجة اللي انت بتقدمها وبالتالي تقدر تخط انت يا انا سعر مفيش حد غيرك حطه والمنافسين مش بيقدموه وبالتالي العمل بتوعك مش هيعرفوا يقرنوا السعر بتاعك بحد لان اصلا مفيش حد بيقدم الحاجة اللي انت بتقدمها وفي نفس الوقت انت بعتلهم حاجة هتفيدهم وبالتالي انت هنا ساعدت العمل بتوعك قللت الشكوك اللي عندهم وطيارت الحيرة لان ممكن حد يجي يقول لك طب انا يا ترى لو اشتريت مكنة الحلاء دي هل هيجي معاها زيت ولا لأ هل انا محتاج معاها مقص ولا لأ لكن لو انت قلت والله ان دي الباكيج اللي اي حد هيحتاجها علشان يحلق نفسه من البيت خلاص انت هنا عملت offer مالوش حل الحل السابع والاخير اللي انا عايز اتكلم فيه هو طريقة عرضك لشكل المنتج بقى نفسه هل انت تقدر تعمل حاجة في شكل الديزاين اللي انت بتقدمه المنتج اللي انت بتبيعه او الخدمة اللي انت بتقدمها هل تقدر تعرضها بشكل مختلف لو انت عندك منتج معين هل تقدر تعرض عليه او تطبع عليه اللوجو بتاعك تقدر تعمل photo session للمنتجات بتاعتك دي وتعرضها تبقى حاجة خاصة بيك انت يونيك خاصة بيك انت بس مفيش حد غيرك عاملها نفس الكلام لو انت عندك خدمة معينة بتقدمها هل تقدر تاخد لها صور كده بشكل احترافي وتعرض الموضوع ده الصور دي بتكون من اكتر الحاجات المهمة واللي بتعجب الناس بشكل يفوق الوصف واللي بتخلي الناس تفاعل معاها وبيكسب ثقة الناس بسرعة جدا انا عايز اقولكو انا واحد من الناس بشتري اساسا لما حاجة بتعجبني شكلا يعني ممكن يكون في حاجة قدامي احسن في المواصفات بس لانا عجبني شكلي دي جدا انا هشتريه لمجرد الشكل والشكل بيبان فين؟ من خلال الصور فاستثمروا في الصور اللي انتو بتعملوها في اعلاناتكم دول كده كانوا سبع حلول لسبع مشاكل بتأثر بنسبة كبيرة جدا على اعلاناتكم اتمنى ان انتو تاخدوا شوية وقت كده وتفكروا في كل مشكلة وكل حل انا قلته وتشوفوا كل مشكلة من دول هل هي موجودة عندكو في البزنس بتاعكو الواقع ولو موجودة تقدروا انتو تحلوها ازاي من خلال الطرق اللي انا قلتها ولو حاسين ان انتو برضو مش عارفين تفكروا مش لقيين حلول معينة عايزين حد معاكو تاني يبص على الموضوع النظرة تانية هكون اكتر من سعيد ان انا اساعدكو احجزوا استشاريتكو معايا واحد لواحد وهكون اكتر من سعيد ان انا بص عندكو على البزنس بتاعكو واشوف المشكلة فين وحاول اقدم لكو حلول باذن الله بشكل مبتكر ممكن تكونوا مش شوهدين بقلكم انها بحيث ان البزنس بتاعكو ده نقلة تانية وزي ما بقول دايما هساعدكو اتنجحوا البزنس بتاعكو وغزب عنكو اكتبوني بقى تحت في الكومنتات هل في احد الاخطاء اللي انا قلتها دي حد فيكو غلط فيها قبل كده ولا لا ولو غلطت فيها قولي هتعمل ليه عشان تصلحها ولو عجبكو الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب واكتبولي اقتراحاتكو للفيديوهات الجاية اللي عايزين نتكلم فيها ان شاء الله ولو عندكو اي اسئلة ومس حدرين انت احجزوا استشارها اكتبولي برضو اسئلاتكو دعتي في الكومنتات وهعمل اللي اقدر عليه باذن الله عشان اجاوب برضو على اسئلاتكو شكرا لی و شكرا لی و شكرا لی و شكرا لی و جامل